حقيقة موقف المغرب موقف مشرف موقف مشرف لأنه أولا جاء متريتا ففي الوقت الذي بادرت فيه بعض الدول أو أشبه الدول إلى إعلان انخراطها في الحرب على قطر في اليوم الأول المغرب بعد أسبوع أو أكثر وهو يتريت وينظر وكذا هذا 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 حد ذاته أسلوب محترم ثانيا المغرب له علاقات مع مختلف هذه الدول علاقات مختلفة وصداقات مختلفة شخصية للملك وبين الدولتين وبين الشعبين وبين الجامعات لا يمكن أن ينخرط في هذه التسرعات السفيها التي لجأ إليها بعض الدول صور السفير القطري يطرد الآن من دولة مجاورة ولا يجد إلا المغرب الآن ينتقل إليه يطرد فورا تقطع العلاقات لكن ده السفير السفير له أولاد له ارتباطات له كذا السفير شخص محترم ما أكثر ما أمدكم وأعطاكم فإذا المغرب تصرف أيضا بهذا التوازن له صداقات له علاقات وثالثا لم يصدق هذه الترهات وهذه الاتهامات ورابعا دخل كما نقول في المغرب بخيط بيض الآن يحاول هو من بين الدوال التي تحاول أن تسهم أن تكون جزءا من حل المشكلة بدل أن نصبح نحن أيضا منخارطين فعلى العموم موقف المغرب جادير بالتنويه والتثمين والتقدير موسيقى